في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغطها صاحبنا ده عايش حياته بلوش أكلوا بلوش لبسوا بلوش سكنوا بلوش حتى شغلوا بلوش ومع ذلك يا أخي ما تعرفش إزاي مسلك أموره في الدنيا وما تعرفش إزاي بيلبس طاية ده لده وبيسكت ده ويرادي ده إنسان غريب ده حلاب ولعبان وحتتجنن ما عرفش إزاي بيقدر يعمل كل ده ويطلع منها في كل مرة زي الشعر من العجين بالحب بالحب والله يا منامور بالحب كله بالحب حبيبي وطول ما قلبه قبيض والنية صافية وزي الفل يبقى كله حليبة أشتر وانت فاكر إيه مش السيد مكلسوم قالت لك بالحب وحده انت غالي علي بالحب وحده انت ضي عناية الحب بيصنع المعجزات عمورة والكلمة الحلوة تهدي النفوس وتغلب الفلوس معقول يا عب عزيز تضحك على الناس وتشغلهم بلوشي وبعدين تسكتهم بالكلام المعصول الفارغ ده يا رجل ده الشباب اللي انت شغلتهم في السايبر الوهم بتاعك ده فيصل جوم كلهم يشتكولي إنك ما قبطتهمش بقالك أربع شهور مش حرام عليك يا ضلالي بعدما الناس تديك خبرتها وتققى في جنبك وتساعدك وتنقذك من ديونك ولما مشروعك يوقف على رجليه تاكل حقوقهم يا رجل يا ناقص لا 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 عيب عيب لا لا من فضلك من فضلك ما تخلطش أخي عمو أولا أنا لما فتحت السايبر ده عندنا وفيصل وجبت الشباب دول يشتغلوا معايا قلتلهم من الأول إننا مع بعض على العلوة والمرة وإن كان فيها خير يبقى لنا كلنا وإذا خسرنا القسارة تتوزع على الجميع قلتنا هون يا دوب هاتربع شهور بدأ بتجيب فلوس اللي صرفتها من جبها المشهور وقلت لهم بقى أن المكسب اللي جاي بعد كده إن شاء الله إن شاء الله يعني حيبقوا يغفع حقوقهم التقطعين إيه بقى اللي زحل في كده مش فاهم أنا وإنت هالا هنا إنت معايا يا عم إنت ولا معاهم ولا يبو الزبط أنا مع الحق يا زيزو مش معاك لحقوق الناس مينفعش الناس تشتغل وتقول لها بعدين حين ما يصره قبلوني لما تفرج اللي بيشتغل عندك مهوش شركك في الرأس المال يا حبيبي مالوش دعوة أنت حتكسب كام وإمتى ولا حسابتك إيه في البنك ولا مديون لمين الشغيل يا أخي زيزو لازم ياخد أجره قبل أن يجف عرقه عارف دي ولا سجلها لك؟ عارفها عارفها يا عم عارفها وحفظها يا سيدي وبعدين هوان الوحدي اللي بشغل الناس وبقول لهم حين ما يصره ما كتير بيعملوا كده يا أخوي ما هو محنا شغلينه وحين ما يصره ويماش يا عم وشيلنا شيلك كله باصد يا باصد يا باصد يا سيدي بس لما ربنا يبسطها عليك يبسطها أنت كمان على الناس أنا بس اللي مستغرب له وحيجنني الناس بيصبروا عليك ليه وبيستحملوا تسويفك وألعيبك دي إزاي؟ بالحب بالحب والله مرغوية ده الكلمة الحلوة تطفش العفريد وتسكت الموظف الغتيت بإمتى أنت دي بقى ولا سجلها لك بزمتكم ده تقولوا له إيه؟ وتتصرفها معها إزاي؟ يبقى هتونا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغاية ما نتقابل تاني أسفكم في أمان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني